أهلا بحضراتكم نعلم أطفالنا أهمية احترام ومتلكات الآخرين نعلم أطفالنا عدم التعدي عليها أعتقد ده واحد من الموضوعات المهمة وإيه اللي بتاخد مننا وقت وبتاخد مننا صبر وبتاخد مننا مجهود نلقى مستعدين كده إن احنا نوضح ليهم من وهم صغيرين إن مال الغير حرام علينا وده بيتطلب مننا شرح إن احنا نفهم يعني إيه ملكية خاصة وإزاي نقدر نفهم الأطفال حكم الاعتداء عليها أعتقد كتير من الأطفال بيقعدوا يسألوا أسئلة زي يعني إيه المشكلة لو خدت حاجة مش بتاعتي ده حلال ولا حرام ولو خدتها هو عارف زي ولو خدتها هو مش عارف المراحل العمرية بتفرق جدا صحيح صحيح مننا دينيا مهم جدا إن احنا نزرع في ولدنا احترام حرمة الآخرين احترام ممتلكات الآخرين إزاي لا تتعدى على ما هو ليس حق ليك مهم جدا يمكن يكون مفهوم بسيط قوي لكن أنا إزاي أزرعه داخل عقل طفلي إن هو يتصرف تصرف سليم وسلوك يحترم فيه الآخرين طبعا بنشرح لهم الأحكام دي بشكل مبسط همية احترام ممتلكات الآخرين إزاي الطفل من هو صغير يعني أنا شئه على فكرة الاحترام للغير احترام لما هو ليس ملكا ليه أسئلة بسيطة كده هنحاول نفهمها ونوضحها ونقدم المفهوم بصورة مبسطة لحضراتكم مع الشيخ السيد عرف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشخيخة الأزهر الشريف اللي منورنا وشرفنا النهاردة أهلا بك فندم لسانة وحركة طيب وجمعة مباركة عليك وحضرتك طيب وكير وصحة وسعادة ومصرنا الحبيبة في ستر وعافية بأمر الله سبحانه وتعالى شرعا إيه هو مفهوم احترام حقوق وممتلكات الآخرين بداية الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وسيدنا رسول الله في يوم الجمعة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إله ولكل كرب عظيم فرج اللهم معنا ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل الله بعد عسر يسرى وبعد يعني بشكر حضرتكم على هذه المقدمة وهذا الترحب بالفعل لما نتكلم عن المال لما نتكلم عن المال جاءت الشريعة للمحافظة على المال المال ده من أصول الشريعة لذلك حضرت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمني إننا لازم أحافظ في هذه الحياة على المال إلا أنا بكتسبه لإن ربنا سبحانه وتعالى أمرني بالعمل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمني من أنا بشتغل وأجيب فلوس ونام من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له فأنا أولا بعلم أولادي قيمة العمل لأن العمل ده اللي هيجي الثمار اللي هي الأموال طيب وبعلمهم بعد كده كيفية المحافظة على هذا المال عشان أعلمهم إن كل فرض في هذه الحياة له استقلالية بماله يعني الولد لو تعب واشتغل كده هو بعد ما يكبر إن شاء الله يبق له ماله الخاص والأب له ماله والأم لها المال بتاعه لذلك أقوله ما ينفعش تعتدي على مال الغير ربنا سبحانه وتعالى علمنا الكلام ده في القرآن الكريم يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم يعني ما ينفعش أخذ مال مش بتاعي ما الأخوية شوف ربنا سمنا أخوته إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمَ الآية اللي بعدها بقى وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لَهَيَكُلْ مَالٍ مِشْ مِنْ حَقُ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا ربنا سمى اعتداء على المال وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا يعني اللي هيأخذ حاجة مش من حقه هيروح النار يوم القيامة عند ربنا سبحانه وتعالى لأن دي حضرتك دي ذنوب ربنا مش بيغفرها اللي هيأخذ مال الغير أو الاعتداء على حق الغير ربنا سبحانه وتعالى قد يغفر لنا في حق لأنه أرحم الراحمين بمعنى أنا ممكن أأثر في صلاة في صيام في زكاة في حق ولكن حق الغير ربنا ما بيغفرش فيه يبعشان أتوب إلى الله لابد من رد المظالم إلى أهلها حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المشهور لما قال للصحابة أتدرون من المفلس فالصحابة قالوا المفلس يا سيدنا النبي اللي مش معه متاع ولا دينار ولا درام يعني اللي ما عندهش أملاك وفلوس الصحابة قالوا المفلس هو ده فسيدنا النبي قال لهم لا المفلس من يأتي يوم القيامة بجبال حسنات بيوم القيامة عنده جبال حسنات من صلوص وموزكة وحق وعمرة ولكنه يأتي وقد ظلم هذا ده جاي آه بيصلي بس أكل مرث أخته ده بيصلي بس بظلم جاره ده بيصلي بس مخصم زميله في العمل ده بيصلي بس مقطع أخوه ده بيصلي آه ده عمل حسنات بس في نفس الوقت في سيئات آه يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا طب عند ربنا فيأخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات وهذا من حسنات فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ولا حوله ولا قوة إلا بالله طيب عايزة بس أبسط المفهوم إحنا لازم ندخل في موضوع كبير قوي وقصة كبيرة ورث وحاجات زي كده ولا الحاجات الصغيرة يعني الإخوات مع بعض الصغيرين مش لسه يعني لما يكبروا ويبقى عندهم زمن ممالية ومفاصلة وإحنا لسه في البيت ولا مصرف على العين الاثنين ولا التلاتة ولا الاربع يعني كل واحد أولاده لما الولاد تاخد حاجة من بعض دول حرام عليهم ولا صغيرين وعادي وما جراش حاجة وهم إخوات في قلب بعض ما هم مش بيسرقوا زميلهم أحسنتي في أصل التنشئة ما هو الأولاد يحتاجون إلى القدوة وإحنا قدوتنا حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تخيلي حضرة سيدنا النبي واحد من الصحابة يقول كنا مع رسول الله في سفر من الأصفار الحديث في صاحب مسلم فيقول فخرج رسول الله إلى حاجة يعني سيدنا النبي رح يعمل حاجة وإحنا في الصفر بتاعنا فالصحابة رحوا وجدوا حاجة اسمها حماه حماه ده نوع من أنواع الحماه فوجدوا لها فرقين يعني لسه حمامتين صغيرين كده فالصحابة رحوا أخذوا الحمامتين الصغيرين عشان يكلوهم فسيدنا النبي لما رجع لأى الأم الحمامة عمالة يعني بتلف في فوقهم كده وبتصدر صوت فقال رسول الله من فجع هذه الأم في أفراخها يعني من اللي أذى الحمامة دي في أولادها فالصحابة قالوا ده نحن أخذناهم يا سيدنا النبي تخيلي هذا الحمام صغير وسيدنا النبي ده للصحابة ناس كبار فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ردوا عليها أفراخة يعني رجعوا لها أولادها تاني سيدنا النبي يعلمهم إيه هنا ويعلمنا إحنا كمان يعلمنا إن إحنا لابد أن نراعي مشاعر حتى أكرمكم الله الحيوانات فأنا الأخ واخوه والأخت وأخوها أنا براعمة بينهم الحب بس أحنا يعني حلال إذا أكلها ولا هم علشان صغيرين لا يعني مش هيسدوا جوع حد ولكن أحسن في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أهو بعلمنا الرحمة في أبها صورها بعلمني إن أنا لو خدت حاجة مش بتاعتي أنا بزعل صاحبها عليها فبيضرب لي المثل بالحيوان هنا بقرب للمثل بالحمامة طبعا أنا ممكن في بعض الأحيان بنشوف ما بين الأصدقاء في المجتمع في الأسرة كمان إنه ده بيحصل مولانا من باب الحياء ما أخذ بسيف الحياء يعني باب العشم أنا ممكن أعمل ده وأخذ حاجة بش أنا عارف متأكد إنها بش من حقي لكن ده عشم ما بين الأصدقاء عشم ما بين الأقارب حكم ده شرعا لا يحلوا لمرئ من مال أخيه إلا عن طيب نفس منه كلام حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فأنا بتكلم في العشم والله أخويا شاف الساعة دي فأنا عن طيب نفسه وخاطر هاخلع الساعة وادهاله ليه لإن الأشياء أنا اللي بعمل للأشياء قيمة للأسف ده عندنا بعض الناس متخيلين إن الرزء أنا بتعب وأجتهد وكد واسعة فلازم ربنا يرزقني ويبصوا إن ربنا وسع على فلان وما وسعش علي بالرغم إن أنا بشتغل أكتر منه لا الإنسان لازم يعرف إن مسألة الرزء دي مقسومة بيد الله سبحانه وتعالى أنا علي السعي والكد والعمل والإجداد ولكن أعلم يقينا النتيجة ده اعتراض على مشيئة الله لما أنظر إلى ما في يدي غيري ده كيني بعترض على قدر الله أو مشيئة الله هو مش عاوزين نوصلها لكده هو فيه ناس بتكون عندها طمع شوية في رحمة ربنا سبحانه وتعالى فبينظر إن أنا أفضل من ده أو بشتغل أكتر من ده للأسف إحنا بنبص الأشياء مش بنبص القيمة الأشياء إحنا شايفين إن الرزء منحصر في الفلوس لا ده الزوجة الصالحة رزء الأولاد البارين المطيعين بأبوهم وأمهم رزء الأب والأم الصالحين اللي أنت تاخد رأيهم وتقتدي بهم رزء الأصدقاء الكويسين رزء الأسرة والأخ الصالح والأخة الصالحة رزء من عند ربنا البيت الواسع رزء من عند ربنا يعني الدابة الكويسة أو العربية الكويسة رزء من عند ربنا إن أنت تكون راضي عن نفسك أمام الله ده اسمه رزء وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ولازم نفهم أن اللي وزع الأرزاء ربنا ما نعملش فيها العقل أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات فاللي وزع الأرزاء ربنا سبحانه وتعالى لذلك لما أمرني أمرني بالعمل أمرني بالسعي أمرني بالاكتئاد فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وكمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمني وأنا بتعامل مع الناس في المعاملة بقول لي لو خدت حاجة والحاجة دي مش من حقك يعني أنا مزنوق في فلوس وقلت للدكتور سلفني عشان نعلم ولادنا لأن الحياة معاملة الحياة عشرة بالمعروف الحياة إحسان كل طرف إلى الآخر لو أنا بتعامل مع أخويا وجيت وقلت له والله أنا محتاج منك حاجة طيب والحاجة دي أنا أخدتها وأخويا سعيدني ووقف جنبي ودها لي وجيت أنا مش عاوز أرجعها هقول له كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنها يا سلام شوف لو أنا استلفت فلوس ومزنوق والدنيا ديقة وبشتغل شغلانة واثنين وثلاثة عشان أرجع الفلوس دي مين اللي هيسد ربنا أدى الله عنه على المقابل بقى ومن أخذها يريد إتلافها يعني خذها وبقول لك لا ما هو عنده كتير ومش عارف إيه مش لازمها وحاجة زي كده ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله فتخيل بقى إن أنا وأنا برب ولادي على قيمة العمل وقيمة السعي وقيمة الرزق وقيمة الفلوس أو الملكية للغير وإن إحنا بنتعامل مع الغير لأن الشريعة جاعت لمراعاة المال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمني كده حتى الجيف في يوم من الأيام هجم عليه حرامية عشان ياخدوا منه فلوسه واستشهد ده سمى سيدنا النبي شهيد ما سمهوش قتيل الحفظ على المال لذلك سيدنا النبي يقول ومن قتل دون ماله يعني بدافع عن فلوسه فهو شهيد لذلك حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بحث الصحابة على العمل عشان عرفوا لدي إمتي الفلوس لازم عرفهم إمتي العمل طب إيه هو العمل بذل المجهود للوصول إلى المقصود يعني أنا بشتغل عشان أوصل لحاجة أنا عاوزها وأعرف أن النتيجة دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى مش بتاعتي طيب إحنا من جمال دينا أنه خلى للمرأة زم مالية منفصلة هل الطفل زم مالية منفصلة؟ يعني عديته دي بتاعته بجد مش بتاعتي أنا تحوشته والفلوس اللي يحوشها في عيد ميلاده دي بتاعت الطفل مش بتاعتي أنا حرام علي أن أنا أخدها وهم التعلم يعني بالمتابعة أو التعلم بالملاحظة أو بالتقليد هم لو لقوا حاجتهم آمنة زي ما هم شلوها أي إن كان بقى حيصرفوها إزاي حتى لو إحنا مش موافقين بالتبعية حيتعلموا احترام خصوصية الآخرين واحترام حدود ملكية الآخرين يعني سؤال حضرتك ترحتي سؤال جميل جدا وأنا باربي أولادي بعلمهم المسئولية ده فن في التربية كده إزاي أخلي ابني مسئول ما هو بعض الأولاد عندنا مش مدركين قيمة أي حاجة ممكن من يمسك التليفون يكسروا معرفش القيمة بتاعت الحاجة دي فأنا عاوز أربيه عاوز أحمله المسئولية وده نوع من أنواع التكليف مش إن أنا بحط عليه أو بحط عليه أعباء وأحمال وأثقال لا ده حاجة بسيطة فبنجي ندي مثلا المصروف بعض الأباء والأمهات يقول لك بدل ما أجيب له بدل ما أشتري له أنا أنا هدي له المصروف ليه؟ عاوز أشوف ابني هيتصرف إزاي في الفلوس اللي هو خده نبتد ندربه في المسئولية بدل يومي أسبوعي نصف شهري أحسنتي أنا بقول له تفضل والله مصروفك الأسبوعي تفضل أهو وريني بقى أنت هتعمل في إيه ويكون في متابعة الرقابة هنا مش رقابة أن أنا متحكم فيه عمل كنترول عليه لا أنا متابع أنا أديته الحاجة دي وامتابع بعض الناس يوعد الإبن بحاجة ومش يدهاله أو مش يعملها تخيالي حضرة سيدنا النبي واقف في يوم من الأيام كده ويسمع أب بكلم ابنه وبقول له والله لو عملت الحاجة دي أنا هجيب لك حاجة حلوة طمراية فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ركز مع الرجل في الكلام كده وقال له لو لم تعطيه لو ما ديتوش المكافأة اللي أنت قلت له عليه لحسبت عليك كذبة ليه بقولك وأنت في التربية ما أنت قدوة نحن ناخد بالنا يا محمد من كل حاجة نوعي بيها ناخد بالنا من ولادنا ما هو عشان أعلمه بعد كده أن أنت أنا قدوة لحضرتك فلازم أنا أكون على قدر المسئولية كمان أنا أعلمك المسئولية يبنا بربي اتفضل الفلوس ووريني هتعمل بها ويكون عندي متابعة لي أنا أبدل الفلوس غير الفلوس كمان داخل البيت أو داخل المنزل اللي هو الفرق ما بين الممتلكات الخاصة والعامة يعني إحنا دايما بنقول لولدنا طف النور بعد ما تطلع مثلا من الأوضة يعني حافظ على المياه الحاجات دي قد يعتقد البعض أنها ملكية خاصة لأنها موجودة في محل مكاني أو المكان اللي أنا عايش فيه لكن هي في الأصل ملكية عامة لما بقول لولادي أو بوجههم أنهم يحفظوا على يعني قطرة المياه وعلى الكهرباء أو غيره فأنا بالتالي بوجههم أنه يحافظ كمان على الملكية العامة زي أحاول أوعي أطفالي وأولادي أنه ما هو خاص لك هو أيضا قد يكون ملكية عامة ممكن نحافظ عليها بشكل كبير أحسنت يا دكتور ربنا يحفظكم ويبرك فيكم بالفعل لو أنا بعلمهم التنشئة بتكون من البيت بمعنى أننا لازم ابني يكون مسؤول في البيت عشان هيخرج للمجتمع يوريهم المسئولية لذلك لما عملوا دراثات وأبحاث في علم النفس عن أكثر الشخصيات قيادية في المدارس فلقوا أن الشخصيات دي تنشئ بين أب وأم أسوياء يبقى رجعوا للبيت لأن البيت بياخد 70% من التربية والتعليم والتنشئة للأطفال فلما رجعوا للبيت لقوا أن الأب والأم أسوياء فبالتالي بيعلموا الطفل طيب يعلموا الطفل وهو داخل ياخد شاور ولو هو داخل يتوضى ولو هو داخل التويلة بتاعه الحمام يعرف بيتعامل إزاي ودي تربية وتعويد تخيل حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشوف واحد من الصحابة بيتوضى فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقول له ما تسرفش في الماء فالصحابة بصل سيدنا النبي كده وقال له أفي الماء سرف يعني حتى المية فيها إسراف النبي بعلمه قال صلى الله عليه وسلم نعم لا تسرف وإن كنت على نهر جار هو بعلمهم ايهنا بعلمهم قيمة المية دي قيمة الحاجة المحافظة على الحاجة دي لأن الحاجة هتنفعك وتنفع الغير فكرة المنفع العامة المنفع العامة طيب ما بقوله اطف نور الكهرباء مش أنا خايف تنتفع بالحاجة دي وبعد كده حضرتك بتعمل ايه بتخلي الحاجة دي حد غيرك يستفد منها أو أن أنت مش محتاجها فخلاص حتى في المجتمع لما مثلا في المواصلات العامة يحافظ على يعني المواصلات اللي هو موجود فيها الأماكن اللي بيرتدها خارج البيت يعني البداية بتبقى من البيت وبعد كده البداية من البيت وبعد كده الانتقال للخارج بما يروح مدرسته الطبيعي حافظ على تفع بيها ليه أنا خليته مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الأب والأم هنا علموا الابن معنى المسؤولية فالابن هيخرج للمجتمع هيكون مسؤول عن كل حاجة الباص اللي هو بركب فيها يحافظ عليه المدرسة اللي هو فيها يحافظ عليه السلوك ده ينعكس على شخصيته وطبيعته فيعامل كل اللي حواليه بحب واحترام لذلك يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه فليس عليه ما فاتك من الدنيا إيه هم يسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق حديث وحفظ أمانه وحسن خلق وعفة في طعمه يعني لؤمة من حلال لذلك ربنا بقولي أيها الذين أمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الشيخ السيد عرف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بما الشيخ الأزهر الشريف نورتنا وشرفتنا دائما بتفدنا مولانا يعني دائما بتنورنا في صباح الخير ربنا يحفظكم ويبارك في حضراتكم إن شاء الله والشرف في لنا إن شاء الله رب العالمين شكرا لوجود حضرتك معنا